موسيقى جرت الاستعدادات في جيونجو في كوريا الجنوبية لانعقاد مؤتمر مجموعة العشرين الذي بدأ جلساته اليوم وتشير مسودة بيان ختمي إلى أن الدول العشرين ستتعهد بالامتناع عن أي تخفيد تنافسي في سعر عملاتها لأن استراتيجية تخفيد أسعار العملات بغية التلاعب بأسعار الصرف لتحفيز اقتصاد محلي ما يضر ببوادر الانتعاج الاقتصادي العالمي ويضعف فرص التعاون الدولي وجاء في مسودة البيان الختمي أن الدول العشرين ستتجه إلى نظام تقوم السوق فيه بتحديد سعر صرف العملات وتواجه الصين التي لا يحددها البيان بالاسم ضغوطات متزايدة من قبل شركائها التجاريين وفي طليعتهم الولايات المتحدة لدفعها إلى رفع سعر عملتها بالنسبة للدولار بأسرع مما تقوم به حاليا وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أبلغ صحفيين أن الأساسيات الاقتصادية لا بد أن تتجلى في أسعار صرف العملات وحذر من أن التقلبات المفرطة في أسواق العملات ستضر باستقرار الاقتصاد والنظام المالي العالميين ودعا وزير الخارجية الأمريكي تيموثي جيثنر نظرأه في مجموعة العشرين إلى إعادة التوازن للاقتصاد العالمي بتخفيض الاعتماد على الاستهلاك الأمريكي وقال في مقابلة جرتها معه صحيفة وولد ستريت جورنال إنه سيقترح قواعد منصفة لأسعار العملات وكان وزير المالية الكوري الجنوبي قد عقد لقاءات ثنائية مع وزراء ماليات كل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا تدرس فيه جدول أعمال مؤتمر مجموعة الدول العشرين زهيد دراكي بي بي سي